عبدالله فلاتة حضر الأخضر وغابة القتالية بالتأكيد غابة القتالية وفعلاً زي ما يقول المعلق مو ما أقول إلا شفناه اليوم في أرض الملعب حقيقةً شيء مو ما أقول منتخب داخل المباراة نحن نتكلم قبل المباراة هنا منتخب الأندنونسي خطير في البعض ما أعجبوا كلمة خطير لا خطير خطير الزميل عماد كان يتكلم على سرعات سبع لاعبين شفناه في أرض الملعب مو ما أقول أنت من تأخذ احترازك من هذا الوضع اللي أنت شايفه تماماً الهجوم غايب من البداية غايب لا يسجل ولا حاجة ضيوف شرف في المباريات بكل أسف اليوم الدفاع محترع الدفاع ضعيف أنت تلعب الكرة بينيات فسط الملعب والأرضية سيئة تستعيض باللعب باللعب الطويل وتلعب الكرة في ملعب ومسيرة ممكن تكون الأخطاء المرتدات مفروض أنت أخذ حسابها وأخذ يعني اعتباراتك كلها انتخبنا دخل المباراة نقطة مهمة جداً عن آخر السطر زي ما قال مبارا ودية يعني معنات التهية النفسية وكانت مفقودة تهية الدنبرا عشنا على أجواء نشوة التعادل البحرين ما تعادلت مع استراليا كل احترام التقدير من المنتخب البحرين المنتخب البحرين ما تعادل مع استراليا احنا منتخبنا داخلين اليوم على وسادة التعادل مع استراليا واقعنا صعب الصراحة ما في شيء مستحيل خلينا يعني في عزة الأزمة نبحث عن تفاول ترى سبع نقاط وستة نقاط بس التفاول هذا كيف من خلال العمل اللي حيكون من الحرق الماضي نتكلم أنه كاس الخليج فرصة ذهبية لإعداد المنتخب مع رينات يكون في عمل كبير في عمل منظم غربلة الهجوم غربلة قال لي اللاعبين قال لي ما إيش بخرجات الأندية قال الأندية بتخرج اللاعبين زي سفة الثنيان زي فهد الهريفي من قبل ماجد عبد الله محمد نور الأسماء الخالد مسعد الأسماء الكبيرة في الكرة ما عد سار التخرج عندهم استعداد يشتروا لاعب بما يقارب المية مليون أو أكثر كمان عشان يحطوا في الدكة عشان يتونس فيه في الدكة هذا الطبيعي اللي بيصير لما جاء مشروع الاحتراف واللاعبين يخرجوا الاحتراف فيه أندية ويقفت ضد الموضوع هذا قال الأقل يصير في الملعب يكون بيلعب مش معقول أن إحنا الآن شوح مواهب واضح هذه حقيقة اللاعبين في أرض الملعب فيه الصراحة فيه ناس في أرض الملعب تشوفهم تقول فاقد الشيء لا يعطيه القحطاني اليوم كان ممتاز يا أخي فرض الملعب المدرب ليش يسحب اللاعب ده كان له دور جيد مصعب الجوير لاعب مميز ليش جالس بره فيه عشيات صراحة مآخذ على المدرب رينات لكن في الناس يشوفونه إشراك محمد القحطاني بشكل أساسي كان مآخذ على المدرب طيب لو خلابه ديه كان ورقة لكن لما أشركه كان لاعب جيد واعتقد الكورة الاشتراكي لا يقولوا لا يتكلم عن الحكم لا الحكم لك عليه لك ركلت جزاء وتحولت إلى هدف المباراة الماضية لما سجلنا الهدف قلنا هنا كلمنا كلام إفلاطوني جميل قلنا لا لا الكورة تسلل شفنا ما شستر سيتي هدف زيه بالضبط محتسب له هذا شفناه يعني في طبيعة الحال واليوم كمان أخطاء تحكمية لكن في المقام الأول سوء لاعبين لاعبين اليوم مستوام كان سيء كان مستوام يا حسان يا تنبكتي الدفاع يحتاج شراسة ما يحتاج تمشي معه لتسر المهاجم تمشي معه لحد ما يعرض الكورة لما يجي اللاعب واثنين يلقوا الكورة في خطة 18 عليه خطة 18 ومرتاح ويسدد هذا معناته اسمها فوضى ومعناته في عدم انضباط تكتيكي تابعناه بشكل واضح يسدد مرتاح اللاعب الاندلوسي داخل خطة 18 منتخب السعودي هذا عدم انضباط وفوضى دفاعية وسوء تغطية من اللاعبين في المقام الأولى اللاعبين يتحملوا الأخطاء المدربة اليوم عليهم آخذ لكن انا متأكد وبكل ثقة انه رينال هيصحح الوضع خلال الفترة القادمة علينا في عزة الازمة في عزة الجرحة الغائر اللى في نفسنا ان نتفائل بالمرحلة الجاية وننظر بإيجابية انه في فترة التوقف انه في مشاركة ويحتاج غربلة واسماء المفروض اللى تكون موجودة في المنتخب وتساهم وتقدم عطاة طبعا عودة المصابين مهمة ولا جواء انه ده خرج وده دخل ولا جواء اللى الناس يتحدث بها بالجزئيات ولا فقط ضيق ما لا محل في المنتخب المنتخب للجميع نتمنى يكون منتخبنا متكامل ويحقق طموحاتنا ولا زال عندنا امل في المركز الثاني زي ما اتفضلت التأهل المركز الثاني اسهل بكثير من الروح للمجموعات